اسمها أمينة زهني انتو تعرفوا ان هي مسلت اربع مشاهد بس في الفيلم وفي حياتها كلها وكانوا السبب فأت لها لو انت من متابعة فيسبوك اعمل لايك وشير اما لو انت من متابعة اليوتيوب اعمل لايك واشتراك انا باسم صلاح محور العالم ساد توتا في فيلم سلامة في خيرو اسمها أمينة زهني انتو تعرفوا ان هي مسلت اربع مشاهد بس في الفيلم وفي حياتها كلها وكانوا السبب فأت لها القصة تبدأ عندنا جيب الرحين كانت جارته في الشارع في منطقة باب الشعرية وكان طول الوقت بيحب يعد قدامها عشان يتطمن عليها وهي كانت بتشتغل في بيع الخضار عشان تساعد نفسها وده كان مزاع النجيب الرحاني جدا عشان كانت ستة كبيرة هو حاول كتير يديها فلوس وهي كانت بترفض وفيهم جات له فكرة ان ممكن يساعدها بطرقة تانية غير ان يديها فلوس وان هو يطلع معاه في بعض المشيح في فيلم سلامة في خيرو وفعلا عمل لها مشهد مخصوص على انها حامته وده ما كانش موجود اصلا في السيناريو وبدأ التصوير والست امينة جات مسلت المشهب بتاعها مع انها بوزت المشهد تبصر الكاميرا تقول كلام مش موجود اصلا في السيناريو وكان نجيب الرحاني مش بيعيد التصوير وصور المشهب بتاعها زي ما هو نجيب الرحاني قال لها شكرا يا ستة امينة انت كده دورك انت ودها خمسين جنيه وده كان مبلغ كبير جدا في الوقت ده المبلغ ده كان بياخده تاني ممثل في الفيلم وهي طارت من الفرحة وما كانتش مسدقة نفسها وقال لها يلا عشان تروحي انت كده دورك انت هو بنفسه خرجها قدام من الستوديو عشان يوقف تاكس ويركبها ووصل سواق انه يروح لحد البيت لانه هو لسه ما كانش خلال شغل وكان متعود انه بيروح الساعة ستة الصبح رجع نجيب الرحاني البيت ونام وفجأة صحة على صوت الباب وهو بيخبط جامد جدا قام وفتح الباب لأستة اللي كانت عيشة مع ستة ستوتا او امينة بتقوله انها ما رجعتش من مبارح ازاي انا مركبها مبارح التاكس وصفت للسواق العنوان نزل نجيب الرحاني يدور في كل المستشفيات وكل الإقسام يدور كتير في كل مكان مفيش فايدة اختفت امينة نجيب الرحاني خد حفيدة امينة بنت بنتها عشان يربيها حسب وصيطة هي طول الوقت كانت بتقوله ان لو مط خد انت البنت وربيها نجيب الرحاني خد البنت وعلمها احسن تعليم لغاية لما كبرت وتجوزت وسفرت ألمانيا وخلفت تلبانات وماتت برا مصر الموضوع يخلص على كده؟ لا طبعا يشاء القدر بعد 27 سنة واحد بلطاج تخانق في الشارع مع ناس البلطاج قتل واحد ابن الراجل اللي ماج جاي عشان يتخانق مع البلطاج البلطاج قتله هو كمان وتحكم على البلطاج بالإعدام وجي يوم الإعدام وجي الشيخ عشان يلاقيه الشهادة البلطاج كان بيبكو بكاء شديد جدا وقال له انا في حاجة عايز اقولها قبل ما موت الشيخ قال له خير يا ابني البلطاج قال له ان دي مش اول مرة اتلفها انا زمان قتلت واحدة ست عجوزة رجبت معايا التاكسي من عنده سيديو لتصوير الافلام وذا ركبها الممثل نجيب الرحل او واحد شبعه الشيخ قال له طب قتلتها ليه قال له ان هي كانت قعدة ورا شفتها بتطلع فلوس كتير جدا وعملت عدي فيها الشيطان اللي اخدهم منها خدتها على مكان في الصحر وعملت ان العربية عطلانة وقلت لها تعالي اركبك عربية تانية وضربتها على دماغة وخنقتها وخد الفلوس منها ورماها من فوق الجبل بعد الحد 17 تيام رح يتطمن في مكان الحدث لقى الكلاب والضبع اكله ستوتا وما فضلش منها غير ملابسها ومتقطعها بديع خيارة عرف القصة دي من الضابط اللي كان حاضر حكم الاعدام وبعدها بديع خيارة حكى النجيب الرحاني نجيب الرحاني كان بيقول ان هي كانت دايما بتجيله في المنام وبتعيط بس بعد ما بديع حكاله على الموضوع جات له في المنام وهي لبسة ابيض وطارت في السماء ومحلمش بيها تاني نجيب الرحاني كانت بدا في مذكراته اللي حكا في مجالة الكوكب هي دي كانت قصة امينة زهنة او ستوتا لو انت لسه مشتركتش انزل وعمل لك واشترك عشان يوصلك كل جديد